السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي في فيديو جديد وكنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معي غتي نتقسم معكم هاد البسبوسة هادي اللي كتشي من آلد وأروع ما يكون كتشي معلكة مسقية كريمة بنينا بسف ما تشبعوش منها هاد البسبوسة هادي ضغية كنوجدوها في الخلاط تحتش معنا بسف دير الوقت حتى المكونات ديرها جد اقتصادية ان شاء الله بنال إعجابكم وتجربوها بصحة ورحمة غديش نطول عليكم هاد نخذ لكم مع المقادير والطريقة التحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله عندي في هاد البول هاد غدي نحتاج واحد غشة دير الملحة هاد نحتاج بيضة كبيرة او وجوج دير البيضة تكون الحجم ديالهم صغير انا هاد البيضة هاديرها كبيرة بزاف لقيت فاجوج دير المحوها كما كتشوفوا معايا انا اصلا هاد الوصفة هاديرها معتمدة عندي كندي الفاجوج دير البيضة المهمية اما بيضة تكون كبيرة او وجوج دير البيضة كالحجم ديالهم يكون عاني كما كتشوفوا معايا غدي نضيف هنا اياه غدي نعبر بالكاس دير دانون عندي اه كاس ديال الصكر سانيدا هادي نحتاج هنا واحد الملعة صغيرة ديال اه الفلون ديال بنتك هاد يالبانان هادي نحتاج اه كاس اللارو بديال زيت نباتية وكاس ديال الحليب وواحد الياغورت بنتك هاد يالبانان اضافت المكونات كاملين بالمكسور هاد البسبوسة هادى سهلة مهلة كان مكسي ومزيان حتى كنسجمون لنا المكونات من بعد هنا يضفت الجوج ديال الكيسان والعبار دائما بالكاس ديال دانون ديال السميدة نوعية جيدة السفرة نغرب لوها ونخلط بشكل موضح في الفيديو ونضيف على السميدة جوج ساشيات ديال كاكاو يكون نوعية جيدة وفي هاد الاثناء هادى الفران عدنا راها دي راح كيسخن البسبوسة كسبغل الفران يكون سخن على الاقل عشرة ديال دقيق قبل سفي هنا غاد نضيف 4 كاس ديال دقيق الابيض وغاد نضيف على هاد دقيق جوج ديال الخمارات من فئة 8 جرام المجموع 16 جرام هاد البسبوسة هادى من اللي كنديرها عادية را ما كنديرش اللي ما كنديرش فعال كاكاورا كندير نس كاس ديال الدقيق الابيض اليوم ما منيزت البودرة ديال ديال الكاكاورا ننقص من كمية ديال الدقيق سفي وهذا هو القاوام القاوام كيكون خفيف ما كتشوفو سفي عندي هاد المول هادا القطر دياله 28 سنتيم دهانته مزيان بالزبدة ورشيته بالسميدة نفس السميدة اللي خدمت بها سفي كنخبط المول مع سطح العمل وغاد ندخل البسبوسة الفران على نار مهيلة دقيقة طيبا اخذتي تقريبا 35 دقيقة حتى كتباليها انا مهم النار تكون زيدا نغييز على مهيلة حتى كتباليها نفخات وصفرها نشفات كنهبط هالتحت العافية على الوجهة دياله نزيد نقطة العافية طفي حتى كتنشفت قريبا غير شي 3 دقيقة هكا ملي كنهبط هالتحت وكن خرجها كنخليها على جنب و بالنسبة لي انا باش سقيتها سقيتها بكاس وربع ديال العاصر ديال البرتقال خديس كاسرون هاي درستفاجوش معاناك الكبار دي السكر صاني ده وضفت علي من كاس حوربع ديال العاصر ديال البرتقال وكنحرك على البارد من بعد درك الكاسروناء على نار اللي تكون متوسطة حتى كتطلع الغلياف هذك العاصر وكيدو بديدك سكاسه فيه وكنخليه عليجنب حتي يبرد تماما نمرلولة كنحب الكاسرونغير في صطح العمل غير في الكوزيناء في صطح العمل مطبخ من البيت فندخلو لطلاجة بس نتأكد باللي رابرد تماما وهناك يمشو معي مليطة بتليه البسبوسة بتجيب هاد شكل هادا را كدشيه شيشا ملعود شيكم مخفيفة اه كنخليها حتى كد تدفع عاد باش كنسقيها مهمة شي سخونة يلا كنش بده من الفران نخليه علاجة حتى كدسدفع شي شوية كتنزل لي درجة حرارة صافي كنديمو لها وهناك يما كدشوفو معي راني كنسقي فيها بهذاك العاصر اللي بارد كما تقليكم راني درسو في بلاجة باش نتأكد باللي راه برد من مية في مية ومن الاحسن هاد تسيرو هادا او هاد بيعني باش تسقيوها خدموه هو اللول وخليو علاجهم يعني قبل ما تخدمو البسبوسة خدموه هو اللول صافي غادي نخلي البسبوسة دينا من بعد ما سقيسها نخليه علاجهم وهنا بالنسبة للكريمة كنحتاجو نسكس ديال عمبة ديال سكر سانيدا جوج ديال معلق كبار ديال الكريم باتيسير ديال الكريم باتيسير كنأكد جوج المعلق كبار يكونو مقدين وغادي نضيف جوج صاشيات ديال كاكاو جوج ديال صاشية قادي نضيف على هاد النواشيف جوج كيسان ديال الحليب ميكونوش عمرين يكونو ناقصين واحد سانسيم صافيك نخلط على البارد ضرورا نخلطو مزيان حتى كتصفالي هاد حتى كنسجموليين مكونات صافيك ندير الكاثرونة على النار اللي تكون مهيلة مع الستمرار في التحريك حتى كتعقالية أو تقال الكريمة وهنا مباشرة من اللي حيث الكاثرونة والكريمة بقى سخونة ضفت واحد نسكات ديال شوكولة غيش كماشو معي هاد شوكولات هاد اختياري أنا غير حيث عندي راني ضفته ماشي ضروري ولكن راكي يزيد واحد الماداق أكثر من رائح صراحة كان خلطو مزيان حتى كي حتى كيلو بياذاك شوكولات وهنا عندي البسبوسة ديالنا من بعد ما بردات تماما صافي غادي نخوي الكريمة هاد العملية هادي ديلوها ونتوميتكم تكون خفيفة باش الكريمة ما تتعقاجش لكم أو تتقال لكم أكثر من اللقياس باش يجيل منظر زوين ديال هاد البسبوسة هادي صافي كنحاول نقاد بها تشكل هادا صافي عندي هنايا كوكو إيفيلي محمرة في الفران غير كنخوي هاكيا الكريمة مباشرة قبل ما تبرد هاكا باش يلسق لكم هاد كوكو هاد ما يبقىش يطيح لكم مباشرة كنزين وطريقة ديال زين را كتبقى اختيارية كل واحد يزين بطريقة اللي بغى وزينت بشوية ديال الورد البلدي اه صراحة وكندخلوها لتلاجة او كنخليوها غير فوق سطح العامل حتى بتاخد درجة حرارة المطبخ من بعد ندخلوها لتلاجة باش اه تبردلينا كريمة مزيان تجي من آلد واروح ما يقوم وكنتمنى الفيديو ديال يومينا لإعجابكم وإلى عجبكم فيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم سبارتاجوا مع الأهل والأحباب في مواقع التواصل الجماعي باش تعمل فائدة ما تنسونش من اللي يجي من التشجيع وكنقلكم مع فيديو جديد بإذن الله في أمان الله وحفظه مع السلامة